اشتركوا في القناة هذه المبادرة ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجال العلمي لافتا سموه إلى الدور الكبير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ هذه الرؤى وجهود سموه الواضحة في تحقيق قفزة كبيرة في التحول الرقمي في مملكة البحرين وأكد سموه ضرورة تشجيع جيل الشباب من المهتمين بالذكاء الاصطناعي من خلال مثل هذه الفعاليات لمنحهم التحفيز لتحقيق طموحهم وصقل قدراتهم وقال أن إقامة المسابقة عبر منصة بولي تكنيك البحرين تأكيد على أهمية مواكبة التعليم للمستجدات التقنية وبناء القدرات في لغة العصر وبناء على ما أسسته رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتطوير المخرجات التعليمية في إطار المسيرة التنموية الشاملة وختم سموه حديثه بتوجيه الدعوة لجميع طلبات وطالبات مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربية للمشاركة في هذه المسابقة وتقديم ابتكاراتهم من أجل إثراء الحراك التعليمي والأفكار في الابتكار التقني